اهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه التغطية المستمرة اثر موافقة طرفي الصراع الجيش والدعم السريع على تمديد الهدنة لاثنتين وسبعين ساعة اضافية انتهاكات عدة سجلت اتهمة كل طرف الطرف الاخر بها فقد افاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ومنطقة بحري واخرى متقطعة في امدرمان حيث تتمركز قوات الدعم السريع كما اشار الى ان الجيش نفذ طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة بالخرطوم فيما رد الدعم باطلاق المضادات الارضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الخرطوم ينضم الينا مراسل الحدث سالم الهاشم ليطلعنا كيف تبدو الاجواء حيث انت يا سالم تفضل الكلمة لك لتطلعنا على اخر تطورات الميدانية مرحبا بك والسادة المشاهدين التطورات الميدانية هنا في الخرطوم ليست كثيرة جدا لكن ابرزها ان هناك فقط اصوات للمدافع والرصاص تنطلق في انحام تفريقة في العاصمة الخرطوم هنا في محيط مطار الخرطوم بالتحديد وكذلك في المنطقة بوري وهي ليست ببعيدة من هنا كذلك هذه ابرز التطورات على الارض هناك مجموعة من السيارات التابعة لقوات الدعم السريع تمر عبر ضرق كثيرة جدا ولديها ارتكازات ربما شكل مواطن من هذه الارتكازات هنا في الخرطوم في طريق ايضا هذه الاشتباكات ليست كثيرة جدا اليوم ربما هي الاقل حدة يضاف الى ذلك ان هناك في مدينة بحري حريقين كبيرين في المنطقة الصناعية في الخرطوم لا نعرف ما هي تفاصيل هذه الحرائق لكن هناك عمدة دخان عالية جدا من مدينة بحري في المنطقة الصناعية بالتحديد في منطقتين مختلفتين في المدينة الصناعية كذلك في امدرمان تجددت الاشتباكات في مناطق ايضا متفرقة برزها جنوب امدرمان في منطقة صالحة وكذلك في الجزء الذي يحيط بهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون هذه الاشتباكات بدأت منذ صباح اليوم وكانت عنيفة جدا في امدرمان في الصباح سمعت اصوات عالية جدا للمدافع وكذلك للقنابل ايضا وربما ايضا سقوط لدانات بحسب بعض المواطنين لكن ليست هذه المعلومات دقيقة للغاية لكن سمعت اصوات عالية جدا في مدينة امدرمان منذ صباح اليوم مما يدل على انه بدأ اشتباك عنيف في البداية وبدأت وتيرته تخف خلال الساعتين الماضيتين نعم طيب بالنسبة للوضع الطبي سالم الوضع الطبي هناك شكاوى كثيرة جدا من كوادر الطبية تصيلنا كل يوم يكاد يكون كل يوم هناك الكوادر الطبية تشكو من قلة الامداد اللوجستي للمستشفيات العاملة الآن في الحقل الطبي لكن هناك سعي حثيث لتوفير هذه الامور بعد ان تواصلنا مع مجموعة من المهتمين بهذا المجال الطبي بانهم يسعون لتوفير هذه المستلزمات وايضا طريقة ما باصال كذلك الكوادر الطبية لهذه المستشفيات لان واحد من الامور التي تشكو منها الكوادر الطبية هي مسألة وصول الكوادر الطبية لهذه المستشفيات وقدرة عملهم وطريقة حركتهم كذلك في ظل شوارع محدودة جدا التي يستطيع المواطنون المرور بها الآن نعم طيب بالنسبة للمواقع التي ما زال يسيطر عليها قوات الدعم السريع كنا نتحدث عن معارك ضارية في سلاح المهندسين كنا نتحدث عن السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وجزء من القصر الجمهوري لك أن تضعنا فيه إن كانت هناك مستجدات حول هذه النقاط أو هذه المواقع نعم ليس هناك مستجدات كثيرة في هذه المواقع الآن ما زالت تتجدد فيها الاشتباكات حتى الأمس كانت قوات الدعم السريع تقوم ببعض التمشيط في مناطق قريبة من الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وفي أحياء قريبة منها كذلك منها حي بيت المال وربما تواصلنا مع مجموعة من المواطنين في هذا الحي بالتحديد وهذا الحي هو في أقصى شرق أمدرمان في الشرق الجنوبي منها بالقرب من جسر شمبات الرابط بين أمدرمان وبحري شكل مواطنون من توتر وقلق يشوب هذه المنطقة بشكل واضح مما دفع الكثير من المواطنين للخروج من هذا الحي تماما ومغادرة هذا الحي كذلك هذه الأمور ربما إذا استمرت أكثر من ذلك هذه المناطق بالذات بحكم أن الحركة بالنسبة أو الحركة فيها تكاد تكون صعبة جدا للغاية بحكم هذه الارتكازات الكثيرة جدا والعربات التي تقوم بالتمشيط وأحيانا في هذه المناطق أيضا تتجدد الاشتباكات لأن قوات الدعم السريع المعروف أنها مستهدفة من الجيش السوداني ما بالطيران أو على الأرض كذلك هذه الأمور ربما تجعل كثير من الأحياء التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع أن يغادرها المواطنون نعم طيب إن تطرقنا أيضا سالم بالحديث عن إن كانت هناك وسائل إعلام تعمل في الداخل السوداني طبعا أتحدث عن وسائل المحلية كيف ترصد الأجواء هل هناك انقسام في الإعلام المحلي نريد أن أيضا ندخل في هذه الصورة كيف يطم حشد الرأي العام سواء كان مع الجيش أو كان مع قوات الدعم السريع نعم نعم قبل الحديث عن هذا الحشد لا نستمع إلى أصوات لمدافع ثقيلة في الجهة المحيطة بمطار الخرطوم من هذه المنطقة يمكن أن ترى بالعين في مناطق قريبة من هنا في محيط مطار الخرطوم مدافع ثقيلة وربما مضادات للطائرات يمكن الاستماع إليها الآن بالنسبة للحشد والإعلام المحلي هناك صعوبة جدا في وصول هذه الكوادر الإعلامية إلى أماكن أعمالها غالب هذه المؤسسات يتعمل عبر سوشال ميديا والاعتماد على الإنترنت الذي يظهر أحيانا ويختفي أحيانا كثيرا نعم أشكرك لكل هذه الإضاحات حتى اللحظة من الخرطوم مرسل الحدث سالم الهاشمي أكدت وزارة دفاع التركية تعرض طائرة إجلاء تركيا لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالخرطوم وأشارت إلى عدم وقوع أي إصابات اشتركوا في القناة وكان الجيش السوداني قد قال إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا قرب الخرطوم غير أن الدعم السريع نفى قيامه بهذا الهجوم كما حذر الجيش مما وصفها بمحاولات قوات الدعم السريع عرقلت جهود الإجلاء في المقابل نفت قوات الدعم السريع ما ورد في بيان الجيش ووصفته بأنه مزاعم يكذبها الواقع مؤكدة التزام هصار بالهدنة الإنسانية التي بدأت منتصف الليلة الماضية من ناحية أخرى تبادل الجيش وقوات الدعم السريع لاتهامات بمهاجمة كل منهما للطرف الآخر في منطقة جبل أولياء لاحقا أعلن الجيش أنه تصدى بنجاح لهجوم شنته قوات الدعم السريع عليه في منطقة جبل أولياء وكبدها خسائر وصفها بأنها كبيرة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جيمبير إنه بعد موفاوضات مكثفة وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة لكن الانتهاكات تتكرر ونحث الجميع على إيقاف هذه الانتهاكات والالتزام بالهدناء بعد مفاوضات مكثفة وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقفا لإطلاق النار على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة بدءا من منتصف ليلة 24 من أبريل وكان هناك انخفاض مبدئي للعنف نحن نشعر بقلق عميق إزاء زيادة في الانتهاكات لوقف إطلاق النار ونحط على تمسك التام بوقف إطلاق النار وتمديده بعد أن كشف وزير خارجية جنوب السودان أن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع هاتفيا منذ عدة أيام غرد حميتي قائلا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد أكد خلاله أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة كما أضاف دقلو أن رئيس الوزراء الاثيوبي أعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته وأشار إلى استعداد أديس أبابا لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد أنه أجرى محادثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأشار رئيس الوزراء الاثيوبي في تغريدة على تويتر أنه ناقش مع الفريقان ضرورة تسوية الخلافات بشكل ودي وتحقيق الاستقرار كما أضف أحمد أن الشعب السوداني يستحق السلامة أعلن بيان للجيش السوداني أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالات من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان كما تلقى اتصالات هاتفية من الآلية الثلاثية حيث تطرقت إلى الوقوف بجانب السودان والتأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها كما تلقى البرهان أيضا اتصالا من الآلية الرباعية وأكد الجميع خلال اتصالهم بالوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها أطماع الدول الغربية ولا سيما أمريكا بالسيطرة على ثروات السودان الطبيعية والباطنية غير خفية بحسب تقرير لموقع المدن فالبلد الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها بأنه البلد ذي موقع استراتيجي غني بالموارد الطبيعية تطمح العواصم الغربية وواشنطن بالسيطرة على أجزاء منه ووفقا للتقرير الذي نشره موقع مدن فإن مراقبين يرون أن توقيت اندلاع الصراع بين الطرفين المواليين لأجندة واشنطن له بعد دولي يدخل في صلب الصراع بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصيل من جهة أخرى والسيناريوهات المستقبلية للصراع الجاري من وجهة نظر أمريكية تصب في خانة استمرار وتيرة الصراع وضمان استمرار توريد الأسلحة والحيلولة دون انتصار فريق على آخر في حين يحذر بعض المختصين من توريد بقايا داعش والقاعدة من ليبيا وسوريا وبلدان أخرى إلى المسرح السوداني وفيما يتحدث الدبلوماسيون عن تمديد الهدنة وإجلاء الأجانب يتسترون على بقاء فرقهم من القوات الخاصة والخبراء والعسكريين والأمنيين ويخلص تقرير مدن إلى أن احتمالية استمرار الصراع المسلح في السودان هو المرجح وذلك بهدف بسط واشنطن لهيمنتها إقليميا وسد الطريق أمام خصومها الدوليين كروسيا والصين اشتركوا في القناة من القاهرة معنا عطية عيسوي الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام أهلا بك معنا أستاذ عطية أستاذ عطية ما هي حجم المخاوف الإقليمية من استمرار حتى اليوم الأزمة في السودان والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع المخاوف طبعا كبيرة جدا من جانب الدول السبعة المحيطة بالسودان مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وثيوبيا وإريتريا هذه المخاوف تنبع أساسا من تدفق المهاجرين السودانيين ومن قد يندسون وسطهم من عناصر متطرفة يمكن أن تسبب قلاق الأمنية داخل هذه الدول فضلا عن احتمال الصراع على الموارد الشحيحة بين المهاجرين السودانيين الجدد وبين أبناء المناطق التي سيهاجرون إليها على الموارد الشحيحة هناك وبالتالي يمكن أن تحدث اشتباكات دموية هناك مخاوف أيضا من أن يمتد صراع المسلح إلى داخل دول مثل الشهد لأن القبائل تنتشر على جانبي الحدود بين البلدين وأيضا بين السودان وإسيوبيا وبين السودان وإريتريا وبين السودان وإفريقيا الوسطى وبين السودان وجنوب السودان وفضلا عن الأضرار أو الخسائر التجارية بين السودان وبين دول الجوار لأن السودان يصدر ويستورد من هذه الدول خاصة مصر بملايين الدولارات وبالتالي يتم إعاقة هذه الواردات والصادرات الأمر الذي يسبب شح في الموارد الغذائية في الداخل والطبية وأيضا يسبب خسائر مالية للتجار في الدول المجاورة هذا طبعا بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تترتب على هذا الأمر من تدمير المقدرات والاستثمارات الأجنبية أيضا والإقليمية داخل السودان هناك استثمارات مصرية كبيرة داخل السودان كل هذا يمكن أن يدفع الدول أو يدفعها بالتأكيد للخوف والمصارعة بالاتصال والتقديم المبادرات والمناشدات لقادة الطرفين المتحاربين لوقف الكتار والدخول في المفاوضات نعم سيد عطية كان هناك تقرير قبل قليل قرأنا فيما يخص صحيفة مدن عندما تحدثت وذكرت عن الأطماع الغربية لسيما واشنطن بسبب الثروات الطبيعية الموجودة في السودان هل هناك مخاوف من أن يتكرر سيناريو أفغانستان باختلاف طبعا الطبيعة الجغرافية ولكن نتحدث عن استنزاف الموارد أو سرقة هذه الموارد الطبيعية سيناريو أفغانستان، سيناريو ليبيا سيناريو كثير من المدول الأفريقية التي خرجت منها مؤخرا فرنسا هل هذا وارد أن يحدث في السودان فعلا؟ تركيز الولايات المتحدة أساسا على السودان كموقع استراتيجي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في دول شرق إفريقيا ووسط إفريقيا التي لأمريكا مصالح اقتصادية وأمنية وخاصة ضد مكافحة الإرهاب لكن ليست الموارد السودانية بشكل مباشر الموارد السودانية نعم هي كثيرة الموارد الطبيعية لكن هناك مثلها عشرات الموارد وربما أكبر في دول إفريقية عديدة يمكن للولايات المتحدة أن تستغلها إذا شاءت لكن تركيز الولايات المتحدة بالإضافة إلى ما قلته هو حرمان روسيا والصين من السيطرة على مقدرات الطبيعية في السودان بالكامل وبالتالي تريد أن تترك السودان ساحة لتعزيز النفوذ الروسي والصيني وحرمان أمريكا وحلفائها في الغرب من أيضا الاستفادة من السودان وموقع السودان الاستراتيجي فضلا عن موارده الطبيعية إذا تطلب الأمر لكن الصراع ليس أساسا في رأيي إن لم أكن مخطئا هو صراع صيني روسي من جانب أمريكي أوروبي من جانب آخر على النفوذ وعلى الموقع الاستراتيجي للبلد ومكافحة طيب هل هذا الصراع من جانب الولايات المتحدة وغيرها طيب أستاذ عطية هل هذا الصراع من جانب القوة سواء كلنا نتحدث عن روسيا عن الصين عن واشنطن بات ظاهرا للعيان أم هو يعتمد تحرك هذا الصراع أو نشاهده بشكل أكبر فيما يجري في السودان إن لم تحسم المعركة لأحد الطرفين عفوا يعني سؤال مرة أخرى بمعنى روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية هل بات أمرهم الأمر أصبح واقعا الآن تواجدهم في هذا الصراع في السودان أم ننتظر قليلا حتى تحسم المعركة يعني مثلا هذا الصراع شاهدناه موجود في ليبيا شاهدناه موجود أيضا في مناطق نفوذ أمريكية وروسية أخرى على سبيل المثال أوكرانيا نعم هذا الصراع كل من الطرفين طبعا الروسيا والصين من جانبه والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر كل يحاول أن يعزز نفوذها في إفريقيا عموما والسودان خصوصا وأيضا يضمن أن لا ينتهي هذا الصراع إذا انتهى لحساب أي من الطرفين على الآخر أي لحساب روسيا والصين على حساب أمريكا وحلفائها لأن هذا سيكون له أضرار كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها وبالتالي أعتقد أنه حتى الآن لم يظهر حنحياز روسيا أو الصين إلى طرف من الطرفين المتصارعين على حساب الآخر وأيضا الولايات المتحدة تتبع نفس الطريق أو المنهج لكن ممكن بعد أن يتم إخراج كل الرعاية الأجانب من هناك يمكن أن تميل الدفة أو الكفة إلى الكفة الأمريكية والغربية إلى حساب الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة والحج ساعتها ستكون أن هؤلاء هم القوى الشرعية التي تمثل البلاد وأعتقد أنه حتى جنوب السودان أعلن أن موقف مجلس السيادة والبرهان هو الموقف الذي يمثل السودان بمعنى ذلك أن موقف الدعم السريع لا يعتبر تمثيلا للسودان وهذا الموقف من جانب جنوب السودان ربما يكون هو السبب في عدم تجاوب حميدتي حتى الآن مع الاتصالات والمبادرات من جنوب السودان سواء عندما اشتركت جنوب السودان مع مصر في مبادرة وطرحتها ولا يتم الاستجابة لها وسواء من خلال إيجاد أو الاتحاد الإفريقي وطبعا لم يرد حميدتي حتى الآن بدعوة أن الاتصالات مقطوعة ثم سبت عدم صحة هذا الأمر لأن رئيس وزراء إسيوبيا على سبيل المثال تمكن من الاتصال به والاتصال بالبرهان كذلك وهو تطور جيد أعتقد أنه يمكن يؤدي إلى بلورة مبادرة إسيوبية كما حدث من قبل لفض الخلاف بين المدنيين والعسكر على السلطة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية التي أطيح بها بعد ذلك وهذا يمكن أن يتكرر مرة أخرى هذه المرة إذا سعدت طرفان أبي أحمد رئيس الوزراء الإسيوبيا على التقدم بمبادرة سواء باسم إسيوبيا وحدها أو بالتعاون مع إيجاد والاتحاد الإفريقي من ناحية أخرى نعم سؤال أخير سيد عطية برأيك إلى متى ممكن أن يستمر هذا الصراع؟ متى ممكن أن يحكم الجيش قبضته على السودان؟ هذا أعتقد أنه سيحتاج إلى وقت طويل بسبب توازن القوى الموجود حاليا لأنه لم يتغير شيء على الأرض الصالح هذا الطرف أو ذاك بشكل ملموس رغم مرور حوالي 13 يوما حتى الآن من القتال أو من بدء القتال وبالتالي لا أظن أن هذا سينتهي قريبا أو سيستطيع الجيش حسم الموقف قريبا عن طريق القوى المسلحة فقط وإنما يمكن أن يتم حسم هذا الخلاف من خلال التفاوض نعم بنتائج ترضي الطرفين إذا تضافرت الجهود الداخلية الممثلة في الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني مع الجهود الخارجية وفي مقدمتها الإقليمية السعودية ومصر وجنوب السودان والولايات المتحدة مع تغير ملموس في الأوضاع على الأرض إذا تضافرت هذه العوامل يمكن جدا البلوس إلى مائدة التفاوض ووقف القتال شكرا جزيلا من القاهرة عطية عيسوي الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام شكرا جزيلا أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي عن تحريك قوة عسكرية مشتركة لدرفور للفصل بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مناوي أرجع هذا التحرك لتصاعد المواجهات المسلحة في العاصمة الخرطوم وامتدادها لعدة مناطق خاضعة أو خاصة لدرفور رئيس حركة جيش تحرير السودان أوضح أن القوة العسكرية المشتركة ستنتشر بالتعاون مع السلطات المحلية في درفور لمنع اتساع دائرة الإنفلات الأمني هذا وكان والي شمال درفور نمر محمد عبد الرحمن قد نجح في التوصل لاتفاق بين الجيش والدعم السريع لوقف الاقتتال بالولاية مشاهدين لم يحتمل الوضع الأمني الهش في درفور سوى أقل من أسبوعين حتى دخل الإقليم الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين على خط الأزمة فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان إلا أن اشتعال المواجهات في درفور ربما يكون وفق مراقبين تحدثوا للشرق الأوسط هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني وتصاعدت على مدى الأيام الماضية المخاوفة لدى سكان إقليم درفور من أن يؤدي القتال الدائر بين الجيش والقوات الدعم السريع إلى إيقاظ الصراع في المنطقة الصحراوية التي تعادل مساحة فرنسا تقريبا ويعيش فيها نحو مليون ونصف نازح في مخيمات تعاني أوضاعا إنسانية صعبة وفق تقارير لمنظمات إنسانية دولية وبحسب تقرير الشرق الأوسط فإن محمد حمدان ديقلو يتمتع بحاضنة شعبية في درفور وكل التوقعات كانت تشير إلى استعانته بحلفائه في الإقليم لحسم صراعه مع قيادة القوات المسلحة أو اللجوء للإقليم في حال ساءت الأمور بالنسبة له كما أن الموقع الجغرافي لإقليم درفور والمحاذي لحدود أربع دول هي ليبيا والتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان يفرض وضعا إقليميا بالغ الأهمية ويزيد من مخاوف تلك الدول من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية به إضافة إلى أن هذه الدول المجاورة لإقليم درفور ترتبط بعلاقات قبلية عميقة مع مكوناته السكانية ترتبط بعلاقات قبلية عميقة في أفضل turل ترتبط بعلاقات قبلية عميقة على الآ Dynasty ترتبط بعضنا س técنين يريدو ليسّ الآكات phenomenon فوق ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيستقبل غدا السبت مبعوثا خاصا لرئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان وأضافت أنه من المقرر أن يعقد الوزير المصري اجتماعا مع المبعوث السوداني السفير دفع الله الحاج علي عصر السبت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة تجمع مواطنون سودانيون ووافدون أجانب جنسيات مختلفة في الميناء البحري الرئيسي للمدينة وفي المطار الرئيسي وبعض المطارات الدولية والإقليمية التي تقع في الجهة الشرقية من البلاد حيث تتواصل عمليات الإجلاء وسط اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع قدرنا أن نغادر ملاطق الاشتباك ونسأل الله السلامة لكل إخواننا الباقيين هناك أنا جيت من الخرطوم من يوم الأحد متحرك من الخرطوم الآن وصلت بورسودان يعني معانا والله ما بعدها معاناة في المواصلات في كون أن نصل لبرسودان يعني في وسط من الرعب والخوف وسط الرصاص نحن جئنا من الخرطوم جئنا من الخرطوم إلى بورسودان هنا جئنا نازحين نحن علينا بهالأزمة دي بهالعشرة أيام اللي مرت علينا مرت يعني أزمة صعبة جدا جدا يعني أتينا من الخرطوم هنا إلى بورسودان ولية البحر الأحمر يعني أتينا القتل الجثث بالشوارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب أن يوجد أرداد الأمر بما يخلقنا أمريكي أن كلنا نحن محابون ونهارمون لكن هذه الأعمال كانت تقديم كانت تقديم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لمن ممكن أن تقدم في هذه المرحلة؟ أهلا بك تهاني وبمشاهدي قناة الحدث الموقف الفرنسي لا يبتعد كثيرا عن الموقف الأوروبي وحتى عن الموقف الأمريكي هم تقريبا تفاجأوا بهذه الحرب رغم كل تلك المقدمات الواضحة على اشتعالها هناك ليس لديهم الكثير ليفعله سوى مجموعة من الضغوط أحيانا تأخذ صفة مجربة غير فاعلة مثل موضوع العقوبات التي قد لا تعني الكثير لا تضع حدا للحرب على نحو سريع قد يكون أثرها على المدى المتوسط والبعيد وأثرها يطال الشعب قبل المسؤولين حتى لو كانت العقوبات مفروضة بالاسم على جهات وشركات وأسماء وشخصيات الآن فرنسا تحاول بكل ما تستطيع به من ثقل دبلوماسي وعسكري وسياسي هناك في أن تدعو إلى التهدئة أن تؤكد الهدنة الحوار لماذا؟ لأن الموقف الأوروبي بالعموم موقف أولا الحروب في أي مكان بالعالم يعني مزيد من اللاجئين إلى أوروبا المنهكة أصلا باللاجئين والذين يدخلون في إطار الحسابات السياسية وبتالي فرنسا ليس لديها مصلحة أبدا في اندلاع الحرب مجددا في أي مكان في العالم بخاصة في مناطق الشرق الأوسط أو في إفريقيا أو شمال إفريقيا إلى ما هناك مما سيعني موجة لجوء جديدة إلى أوروبا الحروب أيضا تعني مزيدا من عدم الاستقرار الذي يؤثر على النواحية الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها العالم بشكل كبير وبخاصة الآن هناك جبهة مفتوحة في أوكرانيا كلفت أوروبا الكثيرين الكثير لا تريد أن تفتح جبهة فرنسا تحديدا وبريطانيا أيضا من الدول الاستعمارية التي كان لديها مستعمارات في إفريقيا فرنسا تحديدا مصالح كبيرة في تشاد على سبيل المثال الدولة الحدودية التي تمتلك حدودا كبيرة مع السودان هناك لا تريد فرنسا مزيد من الاضطرابات حتى لا يضطرب لنقل مستعماراتها الكلاسيكية والقديمة في إفريقيا والتي راح تخسرها أصلا قبل مثل هذه النزاعات هنا وهناك سواء لروسيا بشكل أساسي وسواء حتى للولايات المتحدة الأمريكية حليف فرنسا وبالتالي ليس من مصلحة فرنسا وأوروبا مثل هذا الاضطراب العسكري والسياسي في تلك المنطقة وبالتالي هي تسعى إلى التهديئة ما الذي تستطيع فعله ليس الكثير فعليا لا هي ولا أوروبا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الظروف الرحيم رب لماذا هناك مخاوف من أي تدخلات أجنبية في هذا الصراع طالما أنه لا يوجد هذا الاستعداد والقابلية حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة برأيك يعني من يستطيع التدخل في تلك المنطقة الملتهبة وهي السودان حاليا هم حلفاء لعداء أوروبا الحاليين أقصد روسيا بكل وضوح روسيا والصين تمثلان تهديدا غربيا بشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا روسيا والصين موجودتان في السودان أكثر بكثير من الحضور الأمريكي والأوروبي الآن الصين لديها مبادلات تجارية لديها استثمار في التعدين في الموانئ في السكاك الحديدية بشكل كبير روسيا موجودة بشكل واضح عبر جماعة فاغنر وتحالفه محميتي وبالتالي هم يعني هذان الخصمان اللدودان الآن للغرب الأوروبي موجودان وأكثر قدرة على الحضور لنأخذ الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال طيلة فترة 30 سنة التي حكم فيها عمر البشير لم يكن هناك للولايات المتحدة الأمريكية من حضور قوي اكتفت هي بمجموعة من العقوبات هناك محاكم تجاه البشير وحكومته هناك تم إدراج حكومة السودان ككل في فترة عمر البشير بوصفه دولة رعية للإرهاب لم يكن هناك مجال أكثر لأمريكا من هذه الصيغة العقوبية لكن منذ أن تم إسقاط البشير حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حتى أن تتدخل لتجد لهما يعني موطق قدم في هذا البلد الذي راح يفسح المجال أكثر وأكثر للصين وروسيا وبالتالي كان كل الرهان الغربي لو وضعناه كله في سلة واحدة على دولة مدنية ديمقراطية خالية من حكم العسكر لأن العسكر لديهم يعني مصالح مع قوة خارجية تؤثر فيهم سواء قوة أقليمية سواء قوة دولية وعلى كل تلك القوة لا تلعب لمصلحة الغربيين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الآن كل الرهان الغربي وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر قدرة على أوروبا في التأثير التهدي الآن وضع حض لهذه الحرب المدنية إيقاف دور العسكر العودة إلى الاتفاق الإطاري من أجل تسليم دولة مدنية يمكن أن تخدم مصالح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على خلاف العسكر الذين يمكن أن يخدموا بشكل صريح ومباشر روسيا ودورها في المنطقة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من باريس الباحث السياسي الدكتور خلدون النبواني تابعت كاميرا الحدث اللحظات الأولى لوصول سفينة جلالة الملك مكة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة في السعودية وعلى متنها 198 شخصا من 18 جنسية مختلفة وصلت الآن سفينة جلالة الملك مكة وهذا تأكيدا على عمليات استمرار عمليات استمرار الإجلاء الخاصة بالرعاية من ميناء بورت سودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية عبر السفن البحرية الخاصة بالقوات السعودية البحرية نتحدث على متن سفينة جلالة الملك مكة التي وصلت الآن 198 شخص نتحدث من 18 جنسية جميعهم من المواطنين الأجانب وصلوا إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بعد رحلة استمرت قرابة العشر ساعات من بورت سودان وتحديدا من ميناء بورت سودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية الآن بدأ عمليات الإنزال من خلال تركيب السلم الخاص بالرصيف البحري الخاص بقاعدة الملك فيصل البحرية دقائق معدودة وسوف يقومون بعمليات الإنزال بدءا من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وبعد ذلك بقية الركاب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مراسل الحدث سلطان السلامي سلطان أهلا بك معنا نعم أهلا بك تانويلا بكافة مشاهدي سلطان يعني إحنا تعودنا أنك تكون معنا من الميناء المرة هذه من المطار ما الجديد لديك بالفعل بدأت إنهاء إجراءات المغادرة للرعاية الصينيين الذين تم إجلاءهم من السودان إلى مدينة محافظة جدة بعد أن تم إجلاء 379 شخص الآن يبدون يعملون على إنهاء إجراءات المغادرة هنا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لمغادرتهم وذهابهم إلى بلدانهم وتحديدا عبر بوينغ تريبل السفن وهي الطائرة الصينية المخصصة لإجلاء الرعاية الصينيين الذين تم إجلاءهم مسبقا من ميناء بورت سودان وصول إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وبعدا تم إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية وتم نقلهم إلى مساكن مؤقتة حتى يتم إنهاء إجراءات السفر الخاصة به وهم أولى الرعاية الصينيين الذين سوف يذهبون أو يغادرون إلى بلدهم وتحديدا العاصمة الصينية بكين في رحلة سوف تستغرق عشرة ساعات تسهيلات كبيرة عملت عليها الحكومة السعودية بمختلف القطاعات حتى يستطيع هؤلاء المسافرين أو الرعاية الصينيين المغادرة إلى بلدانهم بطرق مختلفة وسهلة واستثنائية مراعاة لظروف هؤلاء الرعاية بعد معاناة كبيرة عاشوا تفاصيلها هناك في السودان الآن نشاهد عد أكثر من 379 شخص هم الرعاية الصينيين الذين يتواجدون في جدة حاليا سوف يغادرون إلى العاصمة الصينية بكين في ظرف ساعة ونصف من الآن عبر طائرة بوينغ تريبل سفنة التابعة للخطوط الصينية كما نشاهد الآن يتم توديعهم بالورود وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم خلال الدقائق القادمة عبر كوينترات الخاصة بمدرية العامة للجوازات وبعد ذلك ينتقلون إلى الجمارك السعودية لإنهاء إجراءات السفر ومن ثم وصولا إلى الطائرة الصينية التي سوف تقوم بعمليات النقل الخاصة بهم بعد ساعة ونصف من الآن سوف يغادر 379 شخص من الرعاية الصينيين الذين تم إجلاؤهم في وقت السابق من ميناء بورد سودان عبر القوات البحرية السعودية وصولا إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة كما نشاهد الآن يتم إنهاء إجراءات عدد كبير من هؤلاء الرعاية استعدادا لمغادرتهم إلى الطائرة والسفر إلى العاصمة الصينية بكين في رحلة سوف تستغرق 10 ساعات من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار العاصمة الصينية بكين شكرا لك على كل هذه الإضاحات من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة سلطان السلمي شكرا سلطان أثر القتال بشكل سلبي على عمليات توزيع الغذاء في السودان التي كان يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالفعل على المساعدات الإنسانية قبلها تفجر العنف بدوره أفاد عبدو ديانج أكبر مسؤولي مساعدات الأمم المتحدة بالسودان بأن القليل للغاية يمكن فعله بخصوص المساعدات الإنسانية وأضاف للصحفيين نحن قلقون بشدة إزاء إمدادات الطعام ونقل أغلب موظفي الأمم المتحدة الكبار إلى بورت سودان ثلث السكان يحتاجون للمساعدة وقال برنامج الأغذي العالمي أن العنف قد يدفع ملايين آخرين إلى الجوع في بلد يحتاج فيه 15 مليون شخص يشكلون ثلث السكان إلى المساعدة فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في الخرطوم وتوقعت سقوط وفيات عديدة أخرى بسبب الأمراض ونقص الغذاء والماء والخدمات الطبية ومن بينها التطعيم لليوم السابع على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية نصبح واجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحة الرئيسية والمناطق الفرعية شرقية ضفة الغربية القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة تفتيش لمركبات المواطنين عندما داخل المدينة ما تسبب أيضا في أزمة مرورية خانقة كما تواصلت القوات الإسرائيلية حصار مناطق الأغوار لليوم العشرين على التوالي وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية أصيب شابان فلسطينيان على الأقل خلال اقتحام القوات الإسرائيلية محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية كما اندلعت اشتباكات بيت الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط المخيم فاب هايوا مع الجابريات أول الجابريات رحيتنا المخيم هايوا مع الزهرة شباب هايوا مع الزهرة هايوا معنا فات فات على الدفل فات هايوا معهم هايوا معهم موسيقى 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 تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في مدينة القدس دعما لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل التي تعتزم حكومة بن يمين نتنياهو مواصلة إجرائها وتنفيذها وشارك في التظاهر وزراء المالية بيتساليل سموتريش والأمن القومي إتمار بنكفير وفق الصحيفة ذاتها وقال نتنياهو في تغريدة أشكر مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين جاءوا إلى القدس الليلة لدعم حكومتنا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن كمية الدخائر الأمريكية المخزنة في إسرائيل تتضاءل وأنه من غير الواضح متى سيتم تجديدها حيث يتم تسريبها وإرسالها إلى أوكرانيا وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنه تم تحديد المستودعات رسميا كمرافق تخزين عسكرية أمريكية وبالتالي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل وأضافت كان الفهم الضمني بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدى عقود عديدة هو أن الذخائر هناك ستخصص لإسرائيل في أوقات الطوارئ إذا واجهت هجوما كبيرا مثل الحرب يوم الغفران عام 1973 ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أنه تم شحن بعض الذخائر في الأشهر الأخيرة عبر ميناء أسدود وبررت سبب استغلال تلك الذخائر بالنقص المستمر في المخزونات الاحتياطية لدى الغرب في أعقاب القتال المستمر في أوكرانيا تجدر الإشارة هنا إلى أنه سبق لإسرائيل أن أقرت بنقل أسلحة من المخازن الأمريكية لديها إلى أوكرانيا مبينة أن القرار أمريكي وليس إسرائيلي تواصل السلطات الإيرانية احتجاز 21 بحارا يمنيا في ظروف غير إنسانية منذ اعتقالهم على متن ناقلة وقود منذ ستة أشهر وفي أكتوبر الماضي تعرضت الناقلة أريانا والمملكة لشركة البريطانية سان جيمس التي ترفع علم بنما إلى عملية قرصانة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية لسلطنة عمان أثناء توجهها إلى ميناء المخى غربي اليمن وتعرض طاقم السفينة المكون من 21 بحارا يحملون الجنسية اليمنية إلى الاعتقال التعسفي في هرمزجان الإيرانية وزعمت إيران في بيان صحفي عبر وكالة مهر الرسمية أنها احتجزت السفينة المملوكة لشركة البريطانية سان جيمس بتهمة تهريب النفط وصادرات شحنتها وصادرت شحنتها دون ذكر أي تفاصيل عن مصير طاقم السفينة وفي التماس انقدمه البحارا إلى قاضي محكمة بندر عباس في أواخر يناير الماضي طالب البحارا اليمنيون بالإفراج عنهم مشيرين إلى أن التهمة التي لفقت لهم غير صحيحة فيما أكدت وثيقة حصلت عليها الحدث أن الناقلة إيريانا قامت بشحن حمولتها من ميناء الشارقة وبصورة شرعية موسيقى مشاهدين شكرا لكم على كرام المتابعة تغطية مستمرة أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن بإذن الله لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات